المالديف تجعل الإسلام ليس مرطاً واحدة وليس فجاة واحدة وهناك رواية تقول مناطق الجنوب أسلمت لكن الرواية متأكدة أن هناك شخص اسمه أبو البركات يوسف البربري وهذه روايات تذكر ابن مطوطة في كتابه أبو البركات يوسف البربري من المغرب عندما زار مالديف ووجد الناس يعبدون الأصنام ثم هو بفضل الله عز وجل ثم بفضله أسلم السلطان نذاك وبعد أن أسلم غير اسمه إلى محمد بن عبد الله وهذا كانت في سنة 548 هجرياً ومن ذلك اليوم هو بنية أسس مسجداً اسمه مسجد درمونتا والمسجد لا زال موجود وهذا المسجد تعتبر أول ماحد أو أول مدرسة بتعليم القرآن والخروف العربية في المالديف طبعاً هو أسبه أول معلماً في المالديف أبو البركات يوسف البربري